ذكرت مسألة العهدات وقداء هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن النظام الانتخابي كيف ترى جوهر النظام الانتخابي الذي يعرف تطوراً مذهلاً يعني صحيح السادة النظام الانتخابي في الجزائر عرف حقيقة وفعلاً تطورات عديدة يعني بدءاً بالقانون الانتخابي لا سيما القانون الذي صدر سنة 1989 بصدور دستور ذلك الوقت وهو دستور يعرف بأنه كان دستور الحريات ودستور تعددية وفعلاً لأول مرة ذهبنا إلى ما يسمى بالتعددية الحزبية ولو باحتشام لأن دستور آنذاك كان يسمي الحزاب بتسمية أخرى غير هذه كان يسميها الجمعيات ذات الطابع السياسي ثم بعد صدور كذلك القانون 1989-1911 إنما تخوني ذاكرة المتعلق بهذه الجمعيات الطابع السياسي عرفنا بعد ذلك أيضاً تطورات أخرى في النظام الانتخابي وفي الحزاب السياسية وبصدور الأمر 9709 إن لم تخوني ذاكرة مرة أخرى المتعلق بالانتخابات غيرنا من نمط الاقتراع من خلال الذهاب إلى نظام انتخابي نسبي ولكنه نظام مبني على قائمة مغلقة ثم فيما بعد صارت مفتوحة وما إلى ذلك أنا لا أذكر سلبيات كل نظام وإلا الوقت ربما سيستهلك منه الكثير أقول بأن النظام انتخابي فعلاً مثل ما أشرتهم عرف عدة تطورات وذكرت مرحلتين ثم لابد أن أضيف المرحلتين الأخرين المرحلة التي عرفها النظام انتخابي كانت بين 97 و2012 إن لم أخطئ كانت الوزارة الداخلية والجماعات المحلية هي من تصهر على التكفل بسير العملية الاتخابية بكل أنواعها الانتخابات الشرعية والمحلية والرئاسية والاستفتاءات من بداية العمل الانتخابي لنهايتها وكان المجلس السوري آنذاك هو من يشرف على الإعلان النهائي لتلك النتائج نتائج الانتخابات في ذلك الوقت ثم سنة 2016 أيضاً بعد تعديل الدستور وقتها أيضاً ذهبنا إلى سن قانون عضوي جديد يتعلق بالانتخابات وتم سن قانون عضوي آخر يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات والتي كان يشرف عليها آنذاك سيد دربال قلت الآن يعني حتى لا استرسل في التطورات التي عرفها النظام انتخابي في الزائر قلت وقتها يعني قد وضعنا قانونين عضويين أحدهم للانتخابات والثاني للهيئة الانتخابات يعني بعدما تم التخلي عن جزء كبير من صلاحيات الوزارة الداخلية والجماعة المحلية لفائدة هذه الأخيرة أي السلطة المتعلقة بالانتخابات ونظراً لاحتجاجات الساحة السياسية أو الحزاب السياسية أو غيرها حتى المجتمع المدني قلت نظراً لكل هذا وذاك وبالنتيجة لما يعرفته الساحة الوطنية من حراك شعبي وطني أصيل ومطالبات كثيرة مختلفة ذهبنا إلى قانون أو لنظام انتخابي جديد وهو النظام الانتخابي السائد لحد الآن والذي تم سنه أو أخذ به من خلال الأمر 21-01 المتعلق بالنظام الانتخابات والذي صدره سنة 2011 وتم تعديله في نفس السنة بموجب الأمر 21-10 هذا هو الأمر المتعلق بالنظام الانتخابات وهو سائد لحد الآن وفيه ميزات كثيرة ومن بنها التخلي تماماً عن نظام الكوطات بنسبة للمرأة وغير ذلك لأنه وضعنا قانون عضو آخر آخر يتعلق بتجيع المرأة على أن تتواجد في المؤسسات المتخابة منها هذا القانون لكونه كان قانون في الحقيقة تمييزي وفي أوي وما إلى ذلك فتم التخلي عنه تماماً والآن هذا النظام الانتخابي الذي تريدون أو تودون الإشارة أو الحديث عنه إنه نظام عادل منصف إنه نظام يقي أو في الحقيقة أبعدنا عن تلك الممارسات الدنيئة إن صح التعبير الممارسات التي سادها الغش سادها الفساد سادتها الرشوة أو سادته الرشوة ذلك النظام كانت الأحزاب ترتب الأشخاص على رأس القائمة وخاصة الأحزاب الكبيرة فمن ترتب على رأس القائمة بمعنى يدفع ولأنه ناجح من البداية والآن نحن أمام نظام اتخابي جديد نظام اتخابي قائم أو مبني على القائمة المفتوحة والمواطن نحن كناخبين نختار من يمثلنا حقيقة نختار الأكفة الأصلح نختار ذوي البرامج ذوي النوايا الصادقة ذوي الأفعال وليس النوايا فقط الأفعال التي تصدق أقوالهم وليس تلك الحملات الخابية الفارغة الجوفاء لله الحمد الآن اذهب البرلمان اذهب المجالس المحلية ستجد هناك شباب وتجد هناك كل الفئات ممثلة في البرلمان وفي المجالس المحلية ولكن بناء على نظام اتخابي كما قلت موضوعي نظام اتخابي بعيد تمام البعد عن كل أشكال الرشوة والغش والفساد وشراء الذمم والأصوات وما إلى ذلك هذا نظام ربما سنفصل فيه قبل أو بعد قليل ترجمة نانسي قنقر